وزير الداخلية نجحنا بتخفيض اعداد اللاجئين بعد تقييد لم الشمل الحزب الاشتراكي اس بي او يهاجم اللاجئين في النمسا بورقة عمل وزيرة الاندماج تدعم اللاجئين لملء النقص في الرعاية الصحية الحزب الاشتراكي يدعو لمقاضاة المجر بسبب سياسة اللجوء اكثر من خمسين بالمئة من الطلاب في ستة احياء بيبينا مسلمون خرائط جوجل تحذف صورا مزيفة للنمسا تحذر من التغير المناخي مرحبا بكم مشاهدنا في نشرة الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم شهد عدد الطلبات لم الشمل في مجال اللجوء انخفاضا كبيرا في مايو وفقا لبيانات وزارة الداخلية حيث تم تقديم 493 طلبا مقارنة باكثر من الفي طلب في يناير وتراجعت اعداد اللاجئين في بورغنلان بشكل كبير حيث تم تسجيل 290 حالة عبور حتى نهاية يونيو مقارنة بتسعة الاف وستمائة حالة في الفترة نفسها من عام الفين وثلاثة وعشرين واعرب وزير الداخلية جيرهارت كارنر عن رضاه معتبرا اياها نتيجة لمكافحة مافيا للتجار بالبشر وانخفضت طلبات اللجوء بنسبة 36 بالمئة في الاشهر الخمسة الاولى من الفين واربعة وعشرين وشكل السوريون الفئة الاكبر باكثر من 7300 طلب تلاهم الافغان والاتراك والصوماليون قدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي نمساوي اس بي او خطته الانتخابية بشأن اللجوء والهجرة والاندماج واوضح زعيم الحزب اندرياس بابلر ان الوثيقة التي وضعت في عام 2018 تم تحديثها لتتضمن مقترحات عملية لتسريع اجراءة اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي والتوزيع العادل للاجئين داخل الاتحاد وشدد بابلر على التوازن والنظام تحت شعار الانسانية وتقترح الخطة تقليص طلبات اللجوء بنسبة 75% وانشاء مراكز اجراءات على الحدود ومكاتب لتقديم الطلبات في السفارات اضافة الى المزيد من عمليات الترحيل اشارت تقديرات الى ان النمسا تواجه نقصا حادا في كوادر الرعاية الصحية بحلول عام 2030 حيث يمكن ان يصل عدد العاملين المطلوبين الى 51 الف شخص واعلنت وزارة التكامل النمساوية عن مبادرة لتعزيز الهجرة الماهرة بما في ذلك دعم اعتراف المهاجرين بمؤهلاتهم الاجنبية في مجال الرعاية الصحية من خلال تغطية تكاليف الاعتراف بالشهادات وتقييمات الخبراء والترجمات تصل الى 2500 يورو وفي الوقت نفسه تنفذ الحكومة مبادرات اخرى لجذب الكوادر المهنية وتوفير خدمات دعم للمهاجرين ذو المهارات العالية لتحسين جودة الرعاية الصحية في النمسا ودعا الحزب الاشتراكي اس بي او الحكومة النمساوية الى رفع دعوة قضائية ضد المجر على مستوى الاتحاد الاوروبي بسبب سياساتها التقييدية تجاه اللاجئين التي تعد انتهاكا وتسبب عبءا غير متناسب على النمسا وقدم الحزب رأيا قانونيا من خبير القانون الدولي رالف يانيك لدعم مطالبه ويشير التقرير الى ان المجر بقيادة رئيس الوزراء فيكتور اوربان لا تقبل طلبات اللجوء ولا تتعاون بموجب اتفاقية ديبلين حيث في العام الماضي قابلت المجر 30 طلب لجوء مقارنة ب43500 طلب في النمسا وهذا الوضع يعد انتهاكا للقانون الاوروبي كشفت احصاءات ان اكثر من نصف طلاب المدارس الابتدائية في ستة احياء في فيينا من المسلمين ويبلغ عدد الطلاب المسلمين في مدارس فيينا الابتدائية اكثر من 35% مقارنة ب26% من غير المتدينين و21% من الكاتوليك واكد عدنان اصلا استاذ التربية الاسلامية في جامعة فيينا ان بعض الاهالي يفضلون تعليم ابنائهم في المساجد وبلغتهم الام في رفض واضح لمنهاج الهيئة الاسلامية واشار حزب الشعب الى ان الفوائد الاجتماعية تجذبهم الى فيينا دون توفير تدابير كافية للاندماج اعلنت شركة خرائط جوجل عن حذف عشرات الصور التي انشأها ناشطون بيئيون باستخدام الذكاء الاصطناعي للتحذير من الاثار المستقبلية الكارثية للتغير المناخي على اماكن شهيرة في النمسا ونشرت مجموعة الجيل الاخير لقطات معدلة لتبدو كما لو انها التقطت في مايو 2070 تظهر نهر الدانوب جافا وبحيرات وانهار جليدية طينية وقمم جبال الالب مكسوة بالحصى وقالت جوجل انها حدفت الصور لانها لا تحترم سياساتها حيث تحضر المحتوى الذي لا يستند الى تجربة حقيقية من جانبها اوضحت المجموعة ان هدفها هو توعية الصياح بمخاطر التغير المناخي وان عام 2070 ليس ببعيد واعدة بمبادرات ابداعية اخرى في المستقبل ومع نهاية نشرتنا لهذا اليوم مشاهدين نذكركم بضرورة تحميل تطبيق انفوغرات على هواتفكم كنت معكم انا ادهم اللجي اطيب الاوقات الى اللقاء اشتركوا في القناة